موسيقى طب سلام عليكم شباب تانية سنوي بإذن الله أول حل الهومورك الديناميكس الدرس الأول في الديناميكس نخش على طول من غير مقدمات تعالى نشوف الهومورك كان بيتكلم في إيه بيقول لي قورة اترمت لفوق وطلعت لارتفاع 3 متر أنا عارف أن مدام الكرة رجعت تاني لنقطة بدايتها زن قولا واحدا ما بفكرش أي نعم أنا طلعت 3 متر وانزلت 3 متر كدستانس هما 6 ولكن كدسبلسمنت رجوعك لنقطة البداية يعني أن الدسبلسمنت equal 0 السؤال التاني تعالى مدام الحوار على ويست ونورس ويست وساوس نبدأ ويست نورس إيست ساوس أنا واقف في نقطة الماء وليكن أنا عند الأورجين بوينت هنا اتحركت 9 متر تورد الإيست مشيت كده 9 متر إيست جميل ثم ريتورني باك 3 متر تورد ويست أنا حاليا دلوقتي الجسم بتاعي على بعد 9 متر هرجع في اتجاه الويست اللي هو الاتجاه اللي أنا بشاور لك عليه دلوقتي 3 متر 3 متر يعني هنا مثلا طب أنا رحت 9 وارجعت 3 قادي موضع الجسم حاليا الحتة رية بقى كام؟ الحتة رية 6 متر 6 متر بقى في أنهي اتجاه هختار 6 متر في اتجاه الويست أنا ستل ما رجعتش أي نعم عند الأورجين مشيت 9 وارجعت 3 يبقى أنا أخدت مسافة أو ديسبليسمينت آسف مش مسافة إزاحة 6 متر في اتجاه الويست اللي بعد جسم ما تحرق مسافة مسافة كان مسافة 48 متر تورد إيست آدي الويست نورس إيست سوث بسم الله أنا تحرقت 48 متر تورد إيست كنت هنا وتحرقت عند الإيست 48 متر حلو فأنا حاليا واقف هنا بالزبط ثان اتشانج اتس دايريكشن تو موف 20 متر تورد نورث 20 متر تورد نورث يعني طلعت رفوق كده قد إيه 20 متر إذن أنا برقت من هنا من عند الأورجين ده كان الستارت بتاعي وصلت لغاية النقطة دي اللي هي الاند اللي هي بعد ما أطعت 48 و 20 ذن زا ديسبليسمينت الديسبليسمينت اللي هي أقصر طريق ما بين الستارت والاند اللي هي من الآخر الحتة اللي بالأزرق دي هبدأ أحسب هذه الحزبة يا ربي اطلع رقم عدل آدي الكالكليتر يلا يا الكالكليتر ننجز رود 48 سكوير بلس 20 سكوير هتطلع معايا الحزبة دي بتساوي 52 متر سانية واحدة بقى أنا معايا 52 متر هنا في اختيار بي و52 متر في اختيار دي أكيد من 68 أكيد من 68 أختار بقى أنهي اتجاه هل دايريكشن نورس أوف إيست ولا الزاوية اللي هو عملها انت عارف إنه مرامك كلام على دايريكشن فانا هعمل شفت تان دايما متعودين في الدايريكشن شفت تان واي على اكس الواي اللي هي 20 والاكس اللي هي زي ما انتوا شايفين 48 آدي الكالكليتر رحيم أعمل زيك بالظبط شفت تان واي على اكس لأ شفت يا مستر شفت تان مش تان بس 20 over 48 تطلع 22 ديجري استنعشن معايا حوارت دلوقتي مهمة قوي طلعت معايا 22 ديجري وشوية منتس شوية منتس اللي هم 22.6 سيتا اكوال 22.6 في مشكلة واحدة بقى المشكلة اللي معايا أنا الزاوية طلع معايا 22.6 ايه رأيك لو عملت 90 مينوس انسر والله انا عملت 90 مينوس انسر 90 مينوس السيتا دي تلاقيت لي 67 ديجري 22 منت يبقى الاختيار بتاعي هيكون دي هتجي تقول لي احنا ليه عملنا 90 مينوس في المسألة دي بص معلم انا لما اعمل شفت تان وي على اكس بجيب انه زاوية بجيب الزاوية اللي هنا الزاوية اللي ما بين الواي اكسس انت دايما افكرك يا عمد على فكرك زمان كنا بنقول ايام الستاتيكس ان انا لو معايا اه واي واي اكس دا هو الواي مسلا وده هو الاكس واعيز اجيب زاوية الزاوية دا يوم كنت بعمل ايه واي على اكس تفرق لو المسلس بالمنظر دا ولو المسلس كان عدل عارف لو المسلس كان عدل كده يعني لو انك كنت بقت ان انا مثلا قلت لك ده الواي وده الاكس احسب لي الزاوية دي بتيجي شفت تان واي على اكس ان مدام المثلث مقلوب عشان نحسب الزاوية اللي تحت لازم اعمل تسعين مينوس فانا عملت اول حاجة شفت تان واي على اكس وبعدين عملت ناين تي مينوس عشان المثلث زي ما انت ما شايف اجيب الزاوية اللي مجموع الزاويتين دول انت عارف بيسوي تسعين عشان كده تسعين ناقص هي اللي طلعت للاجابة ماشي يا مسال حالي رب السؤال الرابع الراجل بيقول انت شايفه ده بالزبط بس قبل اي حاجة اروح اطبق بيساجرس اروح اطبق بيساجرس لو الحتة دي تسعة والحتة دي اتناشر عايز احسب لنسل اي اي لنسل اي اي ببيساجرس حضرتك هتعمل روت ناين سكوير بلاس تولف سكوير تطلع لك خمستاشر متر اي دي اول حاجة كنت عايز احسبها اروح اعمل بيساجرس كلاكت تاني مرة دي ايت ودي سكس بيساجرس بتاعهم كام تين متر روت ايت سكوير بلاس سكس سكوير طلع عشرة متر تعال نشوف الراجل ده عايزه في السؤال الراجل قال لي ان البادي مود من اي الى بي ذن تو سي وستوب قدي بدأ حركة من نقطة اي رح الى بي وبعدين رح الى سي وبعدين اختتم عند الدي يعني الدي هو الاند بتاع الحركة والايه هو الستارت بتاع الحركة وفين ما صار الحركة من اي بي وبعدين من بي الى سي واخر حاجة من سي الى دي ذن زا ديستانس كفرد هو عايز اول حاجة ديستانس كفرد باي زا بادي بلاس زا مجليتوت اوف زا ديسبلسمنت فانا حاليا عايز احسب حاجتين عايز احسب الدستانس المسافة الفعلية اللي انا مشيت فيها اللي اي مشيت في مصاري قدي ايه انا مشيت تسع متر قدي اول حاجة بلاس اتناشر متر حلو جدا بلاس تمانية متر كل دي انا مشي جمعه لان ده الطريق اللي انا مشيت فيه بلاس سيكس متر ده الديستانس بتاعتي طب انا عايز احسب الدستانس احسب الدستانس اللي هي اقصر طريق من البداية الى النهاية الخط المستقيم الواصل ما بين الستارت والانت ده اللي بيكون اسمه الدستانس اللي هو عبارة عن كام خمستاشر متر هي وعشرة متر هي يبقى الدستانس ففتين بلاس تن الحزبة دي تطلع خمسة وعشرين والحزبة اللي فوق تسعة واثناشر وتمانية وستة تطلع خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين متر زائت خمسة وعشرين متر يبقى الاجابة سيكستي متر الستين متر ماشي زا بوزيشن فيكتور وفزا بادي اس جيفن باي زا ريليشن ار ايكوال كذا زين زا ديسبلسمنت فيكتور عم وعايز الاس طب ما انا عارف ان الديسبلسمنت ايكوال ار مينوس ار نود مين بقى هي الار نود اوحسب الار نود ازاي الار نود سيدي الفاضل عبارة عن ار عادية ولكن هعور على الطايم بكام بصفر تعالى كده نحط الطايم بصفر لو جيت هنا حطت الطايم ايكوال زيرو مين يتبقى لي في الاول نيجاتيف ناين لما عطت الطايم بزيرو يبقى ده كان زيرو طيب اس ايكوال ار مينوس ار نود فين الار تي سكوير مينوس ناين اي وتي جي مينوس ار نود فين الار نود نيجاتيف تسعة وصفر يلا نحسب الحزبة اس ايكوال هعمل الاول مينوس الاول تي سكوير مينوس ناين مينوس مينوس ناين الابت بلس بوزوتوف ناين راحت مع النيجاتيف ناين يبقى ده تي سكوير طب بخصوص التانية T ما ينظره اللي هي T يبقى انا هجرب ادور في الاختيارات على T سكوير و T T سكوير I بلاس TG اللي هي اختيار A او الطريق المختصر اللي احنا كنا بنعمله في المسائل اللي بتكون بولونوميال الطريق المختصر كنت اللي انا بقولك عايز تحول ال R تخليها S شي للكونستانت مين الكنستانت النجاتيب ماين ده اخفيه يتبقى لك T سكوير I بلاس TG اجابة A يا مساهل الحال يا رب الساتة الراجل بيقول In the opposite figure a racing track of lens 140 متر track او اللي هو اللي بنجري فيه حوالين الملعب ده lens بتاعه 140 متر بيكون من ايه رايس؟ بيكون من two line segments and two half circles الترك زي ما انت ما شايف line segment ده اللي هو 48 متر والline segment اللي فوق قده بالزبط 48 متر ونص الدايرة دي ونص الدايرة دي الترك كله 140 متر انا عايز اعرف كل دايرة منهم ظروفها ايه او لنسها ايه الدنيا ماشية ازاي؟ تعالوا وديك حاجة انا لو جيتوا ترك الترك كله 140 متر طب الترك ده equal مكون من ايه؟ مكون مبدئيا 48 تحت بلس 48 فوق اللي هما الاثنين line segments اللي موضحين امامك line segment الاولاني ده والline segment التاني طب هي الحدة دي كلنس قطولة عبارة عن ايه؟ والله انت لو جمعت الانس دي والانس دي وجيت استهم كلنس ده انت بتتكلم عن محيط الدايرة او السيكونفرانس بتاع الدايرة اللي هو 2 pi r دي دايرة كاملة نص هنا ونص هنا ادي 2 multiply pi اللي هي 22 على السبعة multiply r ابي احسب الحزبة دي تعالى نشوفها تطلع كامل ايكويجان عادية هنقل كل ده الناحية التانية بالمينس 140 minus 48 minus 48 يبقى 44 44 equal 2 في 22 على السبعة 44 على السبعة فر انقل ده بالدفايد ده الناحية التانية يطلع ال r equal 7 متر radius الدايرة ده طلع 7 متر حواري بقى خلصان ليه حواري بقى خلصان انا لو معايا ال radius بسبعة يبقى اللينس ده كله بكم اللينس ده كله هو ال diameter ما انت بتكلمني عن diameter دايرة ادرب ال radius في 2 يعني يقول لي 14 متر تعالوا نشوف عايزين الراجل قال لي الكمبيتاتور بتاعنا او المتسابق بتاعنا بدأ من نقطة ايه وموف تو بوينت بي ختم عن تو بوينت بي عايز ال displacement يبقى انت عايز اقصر طريق اللي هو ال hypotenus ده اللي احنا هنحسبه root 48 square plus 14 square قاله على طول root 48 square plus 14 square تطلع معايا الاجابة 50 يبقى ال displacement بتاعتي بتساوي 50 متر اللي بعده اللي بعده apart can move such as its position vector r is given زي ما انت ما شايف بقولك ايه تعالوا نجيب ال displacement الاول وبعدين نشوف الكلام على ايه المرة دي هجيب ال displacement بالطريق المختصر همسح الكنيستانت اللي قدامي negative 3 ده كونيستانت positive 1 ده كونيستانت من اللي تبقى 6 ti plus 8 t j كنا انا حسبت ايه حسبت ال displacement مقاه ال position vector لو مسحت الكنيستانت اللي فيه يتحول الى displacement vector الراجل قال لي اذا displacement vector till time equal 3 ثواني هو عايز نعوض عن ال time بتلاتة يلا نعوض عن ال time بتلاتة 6 by 3 6 في 3 معك 18i plus 8 by 3 24 j 18i plus 24 j الاجابة ايه اللي بعده للأسف مش تقدر نعمل القصة بتاعت نشيل الكنيستانت احنا هنلجأ للقانون الاساسي بتاعنا المرة دي هو ادى ال displacement s و ادى ال r node وطلب منك ال r يا عم على حق تعالى نشوف ال s اصلا عبارة عن ايه r minus r node اللي ايه همعوض بي ال s 40 و negative 3 t حاولت عبركت سنة انا بدخلق من ال i وال j equal r معرفش ال r انا داخل ادور عليها minus r node ال r node اتمنى ان الناس ما تلبسهاش انا مبدل ال i مع ال j انا دايما بدايتي في ال x هو ال i اللي هو كام negative 3 وال j بتاعك بكام 1 هنقل العلامة دي بدل ما هي نيجاتيف تروح ناتبل بلاس يعني انا معايا four t و negative 3 t plus negative 3 و one يجو واحد يقول لي يا مستر و انت مغيرتش اشاراتهم ليه انت مش نقلتهم من ناحية التانية ما ياب نفهم انا غيرت الاشارة اللي قبلهم يعني غيرتهم هما اللي اتنين الكلام ده equal mean الكلام ده equal r هو مديني رقم عوض بي قطر خيره قالك عوض عن time time one طب انا لما اجا عوض عن time one كل ما قابلني time اشيله وحط one خلص انا بقى four plus negative 3 ادي واحد negative 3 plus one ادي negative 2 ادي الار يا معلم one و negative two يعني i minus two g i minus two g اختار ان اختيار رقم c c اه يا مساء الحالي رب اجا اتكلم بعد كده في السؤال التاسع الراجل بيقول if a car moves with a uniform speed 75 km per hour for 20 minutes طبعا علشان بس ما تلبس انت واخد بالك من الوحدات دي 75 كم في الساعة ودي كم دقيقة 20 دقيقة زين زا كافرد ديستانس اكوال كام كيلوميتر انا عايز احافظ على الكيلوميتر لان انا عايز اطلع على الاجابة بالكيلوميتر بس انا مش هلف عشتغل كيلوميتر بالاور واشتغل هنا 20 منت ولذلك انت معاك 20 منت الطايم تعالا نحوله هقسم العشرين عالستين عشان نحول من منت الى اور صفري امشي مع الصفري بقالي تلتة اور 20 دقيقة طبعا اللي هي تلتة ساعة الراجل عايز الكافرد ديستانس يا معلم كابتين مش انت عارف ان انا لو جيت قلتلك يونيفورم سبيت اللي سبيت بتساوي ديستانس عالتايم طبعا طب اللي سبيت بكام اللي سبيت بتساوي 75 كيلوميتر بالاور اكوال الدستانس بكام معرفش طب الطايم قد ايه تلت اعمل كروس ملتبليكيشن اضرب 75 في تلت يعني كأنك بالضبط قسمت 75 على الثلاثة رد على المسج ردينا كنت بعمل ايه قبل ما رد على المسج اه بقسم 75 على الثلاثة وتطلع الاجابة 25 ماشي اللي بعد بيقول لك الضوء عشان يوصل من الشمس لغاية الارض بياخد الطايم ده الطايم كام 8.3 منت حلو بص الرقم عامل ازاي بعد الشمس عن الارض اللي هو الاس او اللي هي طحة الضوء عبارة عن كام 1.494 ملتبلاي 10 باور 11 متر رقم رهيب جدا طبعا ثم هو عايز بس اركز بقى هو عايز بقى انهي وحدة عايز بقى بوحدة كيلوميتر بير ساكن ولا دي كيلوميتر ولا دي ساكن يا عم عادي نعواضها سهلة انا ازاي بحول من منت الى ساكن بضرب في 60 من دقيقة الى ثانية هتمسك الـ 8.3 دي تعملها ملتبلاي 60 تطلع 498 498 ايه بقى ساكن ادي التحويلة 498 ثانية ولو جيت حولت من ميتر الى كيلوميتر طبعا انتو جدعان جدعان جدا وعارفين ان انا بحول ازاي من ميتر الى كيلوميتر هتمسك الرقم اللي هو 1.494 في 10 الى الدستانس اللي هي الرقم الكبير او ده دي بايدد 498 طلعت معايا 300 ألف 300 ألف كيلومتر في السانية نركز في الوحدات نركز في الوحدات عشان الوحدات بتسوح اللي بعده اللي بعده بيقول لي كام كيلوميتر الهومورك ما شدش احنا إسا بنتكلم في وحدات ادي الدستانس 180 كيلومتر ومشي في قد ايه 120 منت 120 منت دول اللي هما قد ايه ساعتين يا ريس انت لو عايز تحول من منت الى اوار بتقسم على الستين اقسم 120 على الستين يطلع طب انا ليه كنت لازم احول الى اوار هو اللي طالب الوحدة كيلومتر بر اوار طب انا بجيب ازاي الابراجز بيد دستانس الى 180 كيلو على طايم اللي هو اتنين تطلع 90 كيلومتر بر اوار هزي العربية ماشية بسرعة 90 كيلومتر في الساعة 12 زي جيب ان في جر بيوضح علاقة ما بين مين ومين الديسبلسمنت والطايم اللي الجسم بيتحرك فيه ابص بس على وحدات تتأكد من حاجة الراجل بيقول لك الاس بالمتر وميدي لك الطايم بالساكند وهو طالبها بوحدة ميتر بر ساكند امان عمو قال لي عايز انا بدأت من اول كام من اول الصفر في دولة الاول ماشي حبة كل ده الجسم بتاعنا بيطلع لقدام مشي كم متر لقدام 15 متر واحنا عارفين من الحصة ان الحتة الهوريزونتال دي معناها ان الجسم واقف فالدستانس ما بيتغيرش كمل بعد كده حركته قطع في الاخر مسافة قد ايه 35 متر دي المسافة الكلية اللي قطع طب قطعها في طايم قد ايه ننزل نشوف نلاقيها 10 ثواني فانا كل اللي هعمله هقسم 35 على 10 تطلع 3.5 متر بير ساكند يا مسائل الحالي رب تعالى نشوفها ماشية ازاي دلوقتي كلا كده تاني مرة الراجل مدي علاقة ما بين عايز الابريج فيلوستي دورين زهول جيرني وعايز الابريج سبيد دورين زهول جيرني انا لو جيب بس انا ردش معاك في الجراف ده شوية زي ما تعودنا اول حاجة نقرأها الـ x axis عليه time والy axis عليه distance وجيت سألتك وقلتلك جيت سألتك وقلتلك هو الجزء الاول في الجراف بيعبر عن ايه ده بيعبر عن جسم ماشي في اتجاه معين فضل ماشي في الاتجاه ده كم متر ميت متر لمدة كم ساعة او لمدة كم ثانية خمس سوان حلو حلو وبعدين عمل ايه راجع في الاتجاه العكس اتجاه العكس ليه انا كنت طالع بقيت نازل يبقى انا في الاول مشيت ميت متر وقدام وبعدين رجعت لغاية هنا رجعت لغاية 40 هو الحتة دي كواي جزئية دي بتسوي كم لو جيت بسيط هتلاقي فوق مية وهتلاقي تحت 40 يبقى الحتة دي كانت عبارة عن 60 متر رجوع انا من الاخر مايهمنيش دلوقتي غير حاجتين هو عايز average velocity ولا عايز average speed والله هو طلب الاتنين اول حاجة magnitude of the average velocity during the whole journey average velocity حضرتك هتقسم displacement على total time طب هي displacement بتاعتك عبارة عن كام displacement معلم انت بدأت من هنا من الاربعين ونهيت هنا عند الاربعين اخر رقم نهيت عنه هو رقم displacement 40 على total time انا كنت بدأ بصفر ونهي عند time كام 10 ثواني 40 على 10 وتطلع 4 او حد كان ممكن يفكر فيها باسلوب تاني عشان يحسب displacement يقول لي انا مشيت 100 متر قدام ورجعت 60 متر وراء برضو 100 مينس 60 تطلع لك نفس الاربعين بس displacement تنجز خد الرقم اللي انتهى عنده الحوار يبقى اسهل ثانيا عمو عايز the average speed during the whole journey average speed يبقى انت هتقسم total distance مش displacement بقى total distance على total time طب مطي الله كده نشوف الدنيا مشي ازاي total distance على total time total time كده كده ما تغيرش هم 10 ثواني طب والtotal distance طلعته قدام 100 ورجعت من المية لغاية اللي 40 يعني رجعت 60 واللي 2 بصطف لانها مسافات distance 100 زائد 60 يبقى 160 على 10 اللي هي 16 الـ average speed 16 meter pair second مش بيقولك بيقولك يعني كل الصيدات متساوية the length of its side 24 متر the particle moves from B and the best through C و D و E و F ما يهمنيش كل اللي عد خلاله أنا اللي يهمني هو بدأ منين بدأ من B وانتهى فين انتهى عند الـ A طب ما تركز كده معايا بدأ من الـ B راح للـ C و للـ D و للـ E و للـ F و للـ A كل ده يهمني في مين اللي start هو الـ B والend هو الـ E تعالي نكمل مع قرية الراجل قال لي ان الجسم لوت كانت اللي سبيت بتاعته 10 متر بير ساكند طب بقولك هو أنا كده معايا distance اللي الجسم مشيها طبعا هو distance الفعلية اللي الجسم مشيها يعبر عن ايه هو مشي على خمس صيدات ادي صيد التاني التالت الرابع الخامس هو ماشي فيهم يبقى distance 5 ملتبلاي الصيد الصيد الواحد بكام 24 متر 5 24 تطلع عن distance كل طب ما أنا معايا speed بتاعته 10 متر بير ساكند طب ما حلو قوي الكلام ده ما أنا لو معايا distance ومعايا speed ممكن احسب مين احسب time ما انتعرف ان speed بتساوي distance عال time نفسك تحسب time اعمل distance 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 طالع معايا كام طالع معايا 120 distance speed اللي هي 10 اشتب صفر مع صفر يبقى time كام ثانية معلم 12 ثانية ركز بقى كده انا جبت time 12 ثانية هو مش عايز time هو عايز average velocity average velocity يعني عبارة عن ايه displacement على total time طب ما خلصانا بقى انا total time لسه قريدي حسبه total time بتاع الرحلة كان كام 12 ثانية والdisplacement هي ايه اقصر مسافة من البداية والنهاية ادي البداية ودي النهاية البي ايه ده هو الdisplacement بيسوي كام الصيد الواحد 24 اقصم 24 على 12 يطلع لك 2 طب سانية بقى اختار مفيش غيرها اصلا اوكي كنت عايز هلعب طلعو 2 meter per second فانهي direction في direction البي ايه direction الازاحة انت برقت من البي ونهيت عند ال ايه ماشي الراجل بيقول from a fixed point a man moved 240 meter in the east direction in 2 minutes واحدة واحدة بقى معايا من نقطة سابتة وبيتكلم في west و north لازم ابدأ اعمل كده west north east south يلا بينا من fixed point اللي هي النقطة دي ات مساء نقطة سابتة اللي هي دايما بناخدها origin point المان دا وات moved 240 meter in the east direction مشي كده مسافة قد ايه مشي مسافة 240 متر في time قد ايه في time two minute time two minute ممكن استخدمه two minute وممكن هو يزلق معك بعيزة ثانية خلينا جاهزين 2 minute يعني كم ثانية 120 ثانية هنضرب 2 by 60 حلو قوي معايا ال distance اللي أنا مشتها 240 متر ومعايا time 120 ثانية حلو قوي then he moved in the direction of west direction of west يعني ايه راجع تاني هو كان راح ال east راجع ال west بقى راجع في ايه راجع بيونيفورم velocity of magnitude 8 meter per second لمدة 30 ثانية time 30 ثانية بقولك ايه مرام كده كده السرعات منتظمة انا محلتش غير قانون واحد ان الفلوسطي equal distance على time لو معايا اتنين اقدر احسب التالتة تعالى نبدأ الرحلة الاولى اللي أنا عاملها باللون الاحمر الرحلة الاولى اللي هي معانا فيها ال s distance ومعانا فيها time t اقدر احسب velocity لو اسمت distance على time 240 متر هقسمها على 120 ثانية يطلع 2 meter per second حلوه اي حاجة هقدر اجيبها هجيبها وبعدين احل السؤال هنا بقى انا معايا مين هنا انا معايا في الرحلة التانية اللي هي رحلة الرجوع معانا 8 meter per second ده انا معايا ال s ومعايا time معايا ال s ومعايا time لو ضربتهم في بعض cross احسب 8 30 نزر الصفر و 8 3 احلى 24 عليك 240 متر حلو جدا بقولك هو راح قد ايه راح 240 متر طب رجع قد ايه سبحان الله رجع برضو 240 متر طب ما كده ال disblacement بكام معلم ال disblacement بتساوي zero تعالا نقرأ هو عايز magnitude of his average velocity اقفش average velocity بتساوي mean displacement على total time طب انا هقسم ال disblacement اللي هي zero على total time اللي هو هو whatever zero على اي حاجة بكام بزيرو لما صلى عن نبي اللي بعده اللي بعده الكلام على ايه وزي uniform velocity ماشي uniform velocity uniform velocity اللي هي بتساوي d على t اتفقنا distance عال time حلو قوي to cover a distance 90ST kilometer انا هعوض عن distance زي ما هو ما كتبها 90ST during time قد ايه 30 minute يبقى 3 ولكن انا خايف من حاجة انت ممكن تعمل كده وتقوم مطير ده بعده تقسم 90 عال 3 تقول لي يبقى الاجابة 30S وتقول لا مستر ده مش موجودة في الاختيارات ده منحظك الكويس انها مش موجودة لان انت لازم تتعود تحترم الوحدات الوحدة اللي انا عايزها في الاجابة هي ايه ميتر ما ينفعش اشتغل بالكيلوميتر وما ينفعش اشتغل بالمنت طب انا عايز احول من كيلوميتر الى ميتر اضرب في الف يعني التسعين حط جنبها كم صفر ثلاثة 1 2 3 ST كده بقت وحدتها ميتر اشتا اشتا والتايم كان كام 3T منت انا عايزها بالsecond من منت الى اضرب في 60 هضرب الثلاثة دي او الثلاثة يعني multiply 60 نزل للصفر وضرب ثلاثة في 6 في 18 يبقى الطايم اللي انا هستخدمه هو كام 180T كده ابتدى حل بإذن الله الاجابة تطلع صح لان انت هتيجي على طول اوتوماتيكا اللي كده تقول لي ايه اقسم الدستانس اللي هي 9 4 4 4 4 ST divided الوقت اللي هو 180T اشطف دول مع بعض دي S هقسم 90000 على 180 ابتدى اقسم 90000 على 180 يا رب ارزقها بالحلال طلعت 500 الحمد لله رزقت 500S اللي انا كنت اكتبها وحش قودي نركز في الوحدات بأمن عليها مرة واثنين وثلاثة اللي بعد اللي بعد بيقول ايه A cyclist covered A distance 60 Kilometer Toward West ادي West North East South البرتك اللي دي كان مكانه فين كان مكانه هنا بالظبط covered a distance covered a distance قد ايه هو covered a distance 60 Kilometer Toward West يعني المسافة اللي هو مشيها في اتجاه الوست اللي بالأحمر ده 60 Kilometer حلو Then he covered a distance 90 Kilometer Toward East رجع كده كان بقى 90 في اتجاه الاست بص انا كنت بدأ من هنا مشيت 60 رجعت 90 يعني رجعت وكمان كملت كملت وصلت ايه بقى الحتة دي 30 طبعا كيلو متر ليه 30 Kilometer ما انت مشيت 60 رجعت 90 فلو رجعت 60 يبقى رجعت هنا زود كمان 30 60 و 30 يدوك 90 فحاليا البرتكال دي كانت بدايته ودي كانت في النص ودي نهايته ده الاند قدي اللي ستارد هو الوريجن والاند هو مين 30 Kilometer في اتجاه الاست حلو الكلام بقى الراجل بقى قال لي حاجة حلو عوية ان الكونستانت سبيد بتاعته كانت 12 Kilometer بير اور كان ماشي بكونستانت سبيد وانا اتفقت معاك كونستانت سبيد هو قانون واحد اللي سبيد ديستانس على الطايم ديستانس على الطايم ماقولك ايه هو اللي سبيد كام اللي سبيد سابتة اللي سبيد سابتة رحت في اين مش لقيها كنت لقيها اهي 12 Kilometer بير اور ديستانس على الطايم الدستانس كلها اللي انا مشيتها كانت كام 60 كيلو 90 كيلو 150 انا بجيب دستانس المراضي مش ديسبليسمت كل المسافة اللي انت مشت على الطايم اللي هو كام ما اناعرفش بس هنعرف حالا لما اجي احسب الطايم 150 ديفايدد 12 الطايم ايكوال 150 ديفايدد 12 هقسم 150 على ال 12 واشوف الدنيا هتمشي ازاي 150 على ال 12 تطلع 12 ونص 12 ونص ايه بقى لان الوحدة مهمة انا متعامل هنا بالكيلوميتر بير اور يبقى اكيد الطايم اللي طبعه ده 12 ونص اوار 12 ساعة ونص حلو حلو فعالة نشوف الدنيا مشي ازاي انا عايز الـ average velocity average velocity قانون وبتعوض فيه الـ average velocity قانونه لو حد فاكر يعني اه الـ displacement الـ displacement كانت كام احنا عايليين 30 على الـ total time اللي هو 12 ونص عايز اقسم 30 على 12 ونص اشوفها هتطلع كام ادي 30 divided 12 ونص طلعت 2.4 2.4 كيلوميتر بير اور 2.4 كيلوميتر بير اور مفيش غير واحدة بس وبيقول لي towards east فعلا احنا كنا فين كنا تورد east كنا ماشيين في الاتجاه بتاع الاست يا مو سهل apart can move in a straight line from a fixed point o such that position vector are equal كذا بقولك ايه تعال نجيب الـ s قبل اي حاجة الـ s هتساوي عشان تفقت معاك بشيل الـ constant اه فهيبقى لي t square plus 3t في direction اسمه n vector displacement vector then the average velocity افتر 3 second من بداية الموشن ده شكرا قوي ده عايز الـ average velocity ما انا عارف ان الـ average velocity هي عبارة عن displacement at total time total time طب هي displacement بكام معلم displacement displacement قدامك اهي t square plus 3t على total time total time كام اكيد ما دينا time نعوض بيه اهو قالك عايز الـ average velocity after 3 second من بداية الموشن يعني time بتلاتة تعال نعوض عن time بتلاتة ادي تلاتة تلاتة بور اتنين يعني تسعة تلاتة في تلاتة اللي هي تسعة تطلع 18 على التلاتة 18 على التلاتة يعني 6 يا موسى 19 ابي سكيل موفز وز فيلوستي 4 متر per second toward east 4 60 second واحدة واحدة ادي الويست والنورس واليست والساوث البرتكل ده بيعمل ايه معلم البرتكل ده تحرك بسرعة 4 متر في الثانية toward east هو كان هنا مثلا وتحرك toward east يعني بقى هنا مثلا اتحرك بفلوستي كم اتحرك بفلوستي 4 متر per second اتحرك لمدة قد ايه لمدة time 60 ثانية هو احنا حليتنا غير قانون الليزبيد اللي هو بيساوي distance على time ما حليتناش غيره تعالوا نعوض عشان نجيب مين احنا معنا time صح ومعنا الفلوستي صح ففاضل distance هضرب اللي اتحركناها كل اللي هتعمله اضرب 4 في 60 يعني 240 متر دي distance حلو جد then it stopped for 10 seconds واحدة واحدة بقى الparticle ده او الpy skill دي وفد تماما لمدة 10 ثواني بعدين later after that it moves with velocity 5 meter per second toward waist لمدة 30 ثانية رجع في كلامه بدل ما قرح نحية هو قرح فين في الاول هو قرح الاست بعد كده بقى رجع في كلامه رجع فين على الويست تعال نشوف رحلة العودة وهو راجع من الاست الى الويست عمليه وهو راجع من الاست الى الويست كان ماشي بفلوستي بتساوي 5 meter per second الفلوستي 5 متر في السانية لمدة قد ايه لمدة time 30 ثانية 30 ثانية هو الوقت بتاعه عايزين نحسب distance تاني معلش انا لسه اقل لك عايز تجيب distance اعمل ايه اضرب speed في time او اضرب الفلوستي في time 5 في 30 يبقى distance اللي رجحها 150 متر يعني هو راح كده 240 ورجع كده 150 اللي اتجاه الاولاني هو الاتجاه البوست اللي كان ماشي فيه 240 طب وهو راجع بقى انا حاليان بجيب displacement ها مركز معايا انا حاليان بجيب displacement ولا مجيبش لأ ثانية انا مش اجيب displacement تفرح ياه الراجل عايز average speed average speed كان قانونه total distance عال total time total distance over total time طب حيلو اوي total distance او المسافة الكلية انا مشيت مسافة كام 240 plus ليه plus ما انا وانا راجع مش هممني لان انا راجع حتى لو راجع في الاتجاه النيجاتف بتاعة displacement بس انا مش فريق لل displacement انا بحسب distance في كله بالبوست ولذلك 240 زائد 150 over total time 60 ثانية رايح و30 ثانية راجع 60 زائد 30 ابوس ايدك ما تنسى العشر ثواني بتقل stop الراجل كان واقف لمدة عشر ثواني انا كده كده بقسم على total time time كله سواء وفي حركة او سواء والجسم كان عامل stop او واقف 240 plus 150 هقسمها على 60 plus 30 plus 10 تطلع 3.9 اخر اختيار meter per second كل الوحدات مصبوطة meter per second السرعة منتظمة uniform speed يبقى انا عادي ممكن اطبق القانون بتاع speed equal distance a time لو انا حبيت يعني على حسب مظروف المسألة تعالا نشوف اتكلام ماشي ازاي الراجل قال لي from the point A to the point B then the velocity of the body equal cam هو اتحرك من نقطة A رح الى نقطة B تعالا نحسب displacement الس اللي هي displacement هتساوي الات end point minus start point بعمل نقطة النهاية minus start point اللي هي نقطة البداية بركز كده معا end point اللي هي كان وكان 9 وخمسة وعشرين minus start point اللي هي كان وكان اتنين وواحد يلا بينا 9 minus 2 ادي 7 25 minus 1 25 minus 1 احلى 24 عليك يا معلم ادي displacement الراجل ده ما عايز الراجل قال لي عايز velocity of the body فانا مفروض ان انا اقسم distance ده او سوري اقسم displacement ده اسم time ولكن هناك مشكلة ان الراجل كل اللي قاله ان هو ماشي وقال ان هو اتحرك من نقطة الى التانية وما تدنيش معلومة اجيب بيها time اعمل ايه لو ما تدنيش معلومة اجيب بيها time انت ممكن تجي تفكر في القاتي تقول لي تعالى الاول نجيب normal displacement ده تعالى يا عم نجيب normal displacement root 7 square plus 24 square root 7 square plus 24 square تطلع 25 المسافة بتاعتك 25 ولي طب ما يخلصت ما نعارف ان المسافة على وقت distance على time فانا انا عايز احسب ال time ده distance divided speed يبقى time distance اللي هي كام 25 divided speed اللي هي كام 50 وتطلع الاجابة half second نص ثانية طب اقولك ايما خلصت مشان اطلع لي time ب half second انا عايز احسب velocity ال velocity هال distance على time لا displacement اس اليادي على time فانت هتروح جاي ايلي يبقى انا هقسم 7 و 24 على time اللي هو كام half بالمناسبة انت لو قسنت 7 على half هتطلع بتساوي 14 ولو قسنت 24 على half هتطلع بتساوي 48 14 و 48 اللي هي c f va equal 120 c و vb equal negative 80 c والراجل طلب منك حاجة اسمها vba vba قانون بتساوي vb minus va انا شغال فيكتر فانا شغال في الفكتر minus دايما vba معايا لا دي مطلوبة هتساوي vb بيكامل vb ريس بنيجاتيف 80 minus va بيكامل va ب120 minus 80 minus 120 يعني minus 200 c ده قانون وعوضنا ماشي بيكلمك عن السرعة النسبية السرعة بتاعة a بالنسبة إلى b انا لو جيت دلوقتي قلتلك السايكلست ايه سرعته كام 15 كيلومتر بر اور والاناظر سايكلست اللي هو بي سرعته كام 12 كيلومتر بر اور مفيش مشكلة في الوحدات اللي اتنين اليوم نفس الوحدة اشتغل على طول اهم حاجة انه هو قال لي فين في السيم دايريكشن في نفس الاتجاه انا دلوقتي لو جيت قلتلك ال v الريلاتف السايكلست اللي اسمه ايه ماشي بسرعة 15 والسايكلست اللي اسمه بي ماشي بسرعة 12 ولذلك الراجل قال لك عايز الجيبريك مجر فيلوستي بي وز ريس بيكت تو ايه بي وز ريس بيكت تو ايه يلا نعوض بالقانون بتاعنا اوبيزت دايريكشن ولا سيم دايريكشن سيم يا مستر مينس اعمل vb مينس vb ال vb بكام دور معايا هناك ايه 12 مينس ال vb اللي هي كام 15 وتطلع لي نيجاتيب سري ماشي 23 ايه اند بي ار تو باديز موف انتو اوبيزت دايريكشن نركز بقا في الكلمة دي اتنين اوبيزت دايريكشن اتجاهين مختلفين افزا فيلوستي مجنيتود اف ايه از توايس زا فيلوستي مجنيتود اف بي عايز ترجمها لأول الفلوستي مجنيتود اف ايه لها vb ايكوال توايس ال vb يبقى ال vb ايكوال الاثنين vb ادي الترجمة بتاعتها اذن v a b ما نعارف ان v a b على حسب وما سيم ولا اوبزت طبعا امو قالك اوبزت دايريكشن بيتحركوا في اتجاهات مختلفة في العكس اللي اتجاه كارلة فيلوستي انا بجمع الاثنين هجمع v a بلس v b الله طب بقولك ايه هو اصلا 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 ال v الوحدها بتسوي كام ال v الوحدها بتسوي 2 v b بلس ال v b دي 2 v b و 1 v b يبقى الاجابة كام 3 v b لو لقيتها في الاختيارات اختارها في مشكلة كل الاختيارات ايه قولي سهلة مستر طب ما تشيل ال v b وحط مكانها كام half v a هشيل ال v b وحط مكانها half v a 24 24 if a و b are two bodies move in the straight line in the direction b a بيقول ان انا معايا a و b جسمين بيتحركوا في straight line في الاتجاه اللي اسمه b a بسرعتين 100 meter per minute و 120 km per hour if the distance between them 30 km المسافة اللي ما بينهم 30 km then they will meet at a distance كام كيلو طب حلو قوي الكلام ده هو مبدئيا اللي اتنين بيتحركوا في direction ال b a انا وجيت انت اعمل لك direction انا قلت لك ده ال b وده ال a b a direction الحركة اللي هو الاتجاه بتاع ناحية اليمين ده جميل جدا اللي اتنين بيتحركوا في نفس الاتجاه في نفس direction واحد بيتحرك بفلوستي 1000 متر في الدقيقة والتاني 120 km في الساعة الوحدات رايحة في دهية لازم 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 اخلي الاتنين نفس الوحدة انا وجيت احول الفلوستي الاولى دي 1000 متر per minute عايز احول الى كيلو متر per hour عشانا بقشتغال بنفس الوحدة اللي هي كيلو متر per hour انا ازاي بحول من متر الى كيلو متر بقسم على 1000 خلي بلاك التحويله التانية بتاعت per minute مقسم عليها فانا عمل التحويله هنا هعملها تحت مش فوق التحويله اللي من minute الى hour هو انا من minute الى hour بعمل ايه بقسم على 60 عايز تحول من منت الهور اقسم على ستين ادي واحد على ستين نحسب الحزبة دي دول يطيروا مع بعض تطلع لك ستين كيلومتر بير اور حلو الكلام حلو الكلام كده بقى معايا ستين كيلومتر بير اور ومية وعشرين كيلومتر بير اور مين اللي سابق مين اكيد السريعة خليه ورا عند البي السريعة ورا كده شوية ماشي بسرعة كام مية وعشرين ده مية وعشرين كيلومتر بير اور طيب والحلو ده المسافة ما بينهم اصلا كان الكام 30 كيلومتر الاولاني سبيء الثاني بتلاتين كيلو طيب عايز اعرف هم هيتقابلوا بعد قد ايه كام متر هيتقابلوا بعد كام كيلومتر من النقطة اللي بي ابتدى حركة منها ريس صلى عنها في قلبك عليه الصلاة والسلام هم اللي اتنين دلوقتي انا هبدأ افتح عدد ليهم هم اللي اتنين هوصلوا للنقطة ديات مثلا الجسم ايه هيجي هنا والجسم السريع اللي جاي هيجي نفس الكلام بقولك ايه هو انا لو جيت قلت لك هم اللي اتنين هيتقابلوا بعد تايم قد ايه هتقول لي تايم اسمو تي بدأوا حركة سوا يبقى هيوصلوا ويتقابلوا بعد نفس التايم تعالى نحسب الاول المسافات انا عارف ان الاس بتساوي اضرب السرعة في الوقت بلو ستيف تايم حلو او حلو جدا انا لو جيت حسبت اول اس اس واحد المسافة اللي مشيها اول جسم عبارة عن كام اضرب سرعته اللي هي مية وعشرين في الطايم طب بالنسبة للمسافة اللي مشيها اس اتنين او الجسم التاني اضرب سرعته اللي هي ستين في الطايم في مشكلة واحدة هم هيتقابلوا هنا صح حصل هم اللي اتنين هيتقابلوا هنا هل اللي اتنين هيقطعوا نفس المسافة؟ لا اللي اتنين مش هيقطعوا نفس المسافة ليه؟ اللي سابق ده هيمشي حبة اقل هيمشي اقل بكام؟ هيمشي اقل ب30 كيلو متر ولذلك انت لو مشيت الترك ده زي المسألة اللي حلانها في الحصة بتاعة المدنتين ايوة بي اللي تقابلوا ممكن تتسوح اقولك اجمع تحل ليها عايز انت تبقى رايق انت معاك الحل رقم واحد بس متنساش تضيفي الخمسين على الجسم المتأخر في حل تاني اشيك بالسرعة النسبية او بالريلاتيف يجي واحد بقى رايق قوي من بعيد يقول لي ايه؟ حل الرواءان يقول لي مش انت معاك جسم بيتحرك ب120 كيلو متر في الساعة اه وجسم تاني بيتحرك بسرعة 60 كيلو متر في الساعة اه تيجي نعتبر ان ده واقف يعني هننقص منه كام هننقص من سرعته 60 ده لو هو واقف لو هو واقف الحلو ده هيتحرك قد ايه؟ الحلو ده كأنه كأنه بيتحرك بستين كيلو متر في الساعة تيجي تقول لي ايه نهر ابيض عالكلام؟ يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه القاتي ان بعتبار بافتراض ان الجسم ده واقف انا عارف ان هو مش واقف بيتحرك بستين كيلو متر بس انا ليه حق اعمل كده؟ اعتبر ان هو واقف يعني اسرق من سرعته ستين وبرضو ده كان مية وعشرين سرقت من سرعته ستين بقى ستين كأن ده واقف تماما وده بيتحرك بسرعة ستين والمسافة اللي ما بينهم بتساوي سيرتي كيلو متر انا عايز اعرف ده هيوصل لده بعد تايم قدي لو الكلام كان عالتايم لو الكلام كان عالتايم انت كنت هتقول لي ان التايم هيساوي اس على في حصل الاس اللي هي كام تلاتين والفي اللي هي كام ستين يعني المفروض ان هو هيقفشه بعد قدي تايم هاف اور ده بعتبار ان انا حلتها بالريلاتف بلوستي نص ساعة ها طب هي النص ساعدات معناها ان كل واحد فيه متحرك قدي معناها ان في النص ساعة انا ده بقت ارجع لك فيه ارجع لقال العربيتين وهم مشيين هل واحدة فيهم كانت وقفة؟ لا ده كان افتراض واللي اتنين ماشيين الاولاني ماشي بسرعة 120 كم في الساعة وده بجد بسرعيته الحقيقية واللي قدام ماشي بسرعة 60 كم في الساعة ودي برضه سرعته الحقيقية يبقى اول واحد ماشي قد ايه اول واحد اضرب 120 اللي هي الفلسطي في الطايم نص ساعة 120 في نص تكتشف انه هو ماشي 60 كم طب والحلوة ده سرعته الحقيقية كام؟ 60 اضربها في نص تكتشف انه هو ماشي 30 كم يبقى الجسم انا نسيت من ايه ومن بي بصراحة انتو انتو بتحلو باخروا بالكو واحد فيهم ماشي 60 كم واحد ماشي 30 كم يعني الاجابة يا 30 يا 60 انا مش حلها تاني انا الناس يكون تقيل من ايه ومن بي ولكن طريقة الحل دي شيك للسؤال اعمل relative velocity تلاقي الدنيا ارتاحت شويتين تعالوا بقى المسألة دي كلاكت تاني مرة راوند تو مدينة هنا اسمها مدينة ايه ومدينة تانية هناك اسمها مدينة بي المسافة اللي مبينهم 120 كم حلو قوي الكلام ده اللي بيحصل تعالوا اقول لك اللي بيحصل اللي بيحصل عربية تحركت من ايه رايحة فين للبي عربية تانية تحركت من السيتي بي رايحة ناحية السيتي ايه انا دلوقتي معايا عربيتين بيتحركوا على نفس الطريقة الاولى كانت ماشية بسرعة كام قال لي الاولى اللي هي تحركت من ايه تورد بي كانت سرعتها 88 كيلو متر بير اور 88 كيلو متر في الساعة اتزا سيم مومنت في نفس اللحظة النظر كار اتحركت من بي رايحة في اتجاه ايه خارجة من بي ورايحة الى ايه with uniform velocity 72 كيلو متر بير اور زينزا تو كار هيتقابله عند ديستانس كام كيلو متر فروم ايه كده كده احنا عارفين انه الطايم اللي هيتقابله فيه هو طايم ثابت هم اللي كليل هياخدوا نفس الطايم هافردوا ان هو تي ابدأ احسب الديستانس كابتن مش انت عارف ان الديستانس سرعة في وقت ا هاضرب السرعة اللي هي ايتيات في الوقت اللي انا معرفوش اللي هو تي دي المسافة اللي اتحركتها اول عربية طب وثاني عربية عايز احسب المسافة بتاعتها هاضرب سرعتها 72 في الطايم بقى معايا المسافتين المسافة اللي اتحركتها اول عربية والمسافة اللي اتحركتها ثاني عربية اجمع الاتنين 88T بلس 72T مجموعة المسافتين بيساوي 120 كيلو متر هو كان مديني البوعد ما بين المدينتين احسب الطايم 88 plus 72 وهناك فيه كام مئة وعشرين مئة وعشرين تطلع يا ريس الطايم زيرو بوينت سيفنتي فايف بايز لك يا الله يطلع الطايم زيرو بوينت سيفنتي فايف ايه بقى اور هياخده تلاتة اربع ساعة عشان يتقابله بس الراجل مش عايز وقت الراجل عايز دستانس من نقطة ايه كام كيلو متر من نقطة ايه كابتين هي العربية اللي كابت تتحرك من نقطة ايه قطعت مسافة كام ايتي ايتي هاضرب الاتي ايت في الطايم اللي انا جبته انا خلاص بقى معايا طايم ايتي ايت في زيرو بوينت سيفنتي فايف تطلع ستة وستين ستة وستين كيلو متر فروم ايه واحد يجي قولي طب انت لحسابة اس وان ما حسابتش اس تو هو مش طالبها هو كان عايز المسافة بتاعت العربية كم كيلو متر فروم ايه فروم ايه يعني هو عايز اس وان المسافة الاولى لو عايز التانية طبعا كنت حسابتها بنفس الطريقة لانس كل واحد منهم خمسين متر حلو او صلى عنها في قلبك عليه الصلاة والسلام عايز احسب طايم انا ما حلتش غير القانون واحد عمال اتكلم فيه على السرعات المنتظمة اللي هو مسافة على وقت عايز تحسب الطايم يا ريس اقسم ديستانس على فلوستي الطايم اكوال ديستانس على فلوستي كنا عارفين ان الدستانس يعبار عن ايه لينس كل واحد منهم خمسين متر القطر الاولين طوله خمسين والتاني طوله خمسين يبقى المسافة اللي هيكرسوها هي 50 بلاس 50 ما احنا اتفقنا ان المسافة هي مجموع طول القطرين 50 بلاس 50 يعني 100 هتقولي طب انا هقسم بقى على اني سرعة ده واحد ماشي بسرعة عشرة وواحد ماشي بسرعة خمستاشر وموفينج في أوبزيت دايريكشن اقفش أوبزيت دايريكشن يعني اعمل ايه في السرعات اتفقنا ان أوبزيت دايريكشن معناها اجمع السرعات اجمع عشرة زائد خمستاشر تطلع مية على خمسة وعشرين مية على خمسة وعشرين بقى الايجابة تطلع كام 4 ساكند 4 سوان الايسي تعالى نشوف الدون يمشي ازاي في الايسي الراجل بيقول اخد وقت خمستاشر سانية عشان يعد التانيل او يعد النفق ادي النفق اهو والقطر جاي من هنا القطر دخل هنا النفق عند نقطة ايه وبعدين هيخرج من النفق عند نقطة بي اللي هي نهاية التانيل عايزين نعرف طول هذا النفق علما بان القطر ماشي بيونيفورم فلوستي 90 كيلومتر في الساعة حلو قوي يونيفورم فلوستي قانوني اليونيفورم فلوستي الدستانس اللي هي الدستانس لان احنا ماشيون في حركة يونيفورم دستانس او دستانس مش فرقة على الطايم ماشي عندي مشكلة واحدة ان الطايم ده بالإيه بالسكند والوحدة بتاعت الفلوستي بكام بالكيلومتر بس انت المفرد انك انت شخصية ريئة وعارف التحويله اللي من كيلومتر بر اور الى ميتر بير سكند اه طبعا عارف التحويله من كيلومتر بر اور الى ميتر بير سكند كنا بنعمل ايه كنا بنضرب عشان حول من كيلو متر في الساعة الى متر في الثانية تبقى الدنيا تزبطت معايا بقى خلاص في الوحدات متر متر سكند يبقى الفلسطي اعور عنها بكاما يطلعك كاما انا لسا محاولتش تسعين لما تضربها في خمسة عالتمنتاشر هتطلع خمسة وعشرين ان شاء الله حلو اطع الكلام ده كله في طايم قد ايه في طايم خمستاشر سانية عندي سؤال يطرح نفسه ما هي الديستانس اللي اطرمشيها اعوض كام عن الديستانس احسب بس الحزب على مد من انتوا تكونوا فكرتوا فيها لان انتوا بتحلوا الهومورك قبل ما تفكروا انا عارف تفرجوا عليها وبعد كده تحلوا الهومورك ايه انا حسبت الحزب خلاص ايه ده ما الحزب قدامي معلش الديسبلسمنت هل هتكون طول النفق بس لا مش طول النفق بس الاطر عشان يعد من النفق تماما يخش من هنا ويطلع من هنا لازم يكروس النفق كله يعني لازم استخدم طول النفق اللي انا معرفوش هفرضوا ايه اللي مثلا زائد طول القطر نفسه ما القطر لازم يعد نفسه من جوا النفق فكر ما اسألت القطرين عملت ايه في الاطول جامعت طول القطرين طب ما اسألت القطر والنفق هعمل نفس الكلام هجمع لنس الترين اللي هو 150 متر زائد لنس النفق اللي هو ايه اللي معرفوش شفت كالكو فور ال هتطلع 225 متر ماشي التالي بيقول لي حلو قوي جسم كان ماشي في اتجاه معين فضل ماشي فيه 90 كيلو ادي اول استيج عشان اقسم بس حلي اخدناهم في طايم قد ايه اخدناهم في طايم 3 ساعات حلو قوي الحتة دي بقى بتربريزنت قد ايه اللي هي من اول طايم 3 لحد طايم 6 ثلاث ساعات ريست ثلاث ساعات انت ما بتعملش اي حاجة انت مفاعل يا خكير قاعد باشا لان انت معك خط مستقيم هوريزونتا وبعدين هذا الخط هو خط ايه الرجوع المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة زي ما اسألت الحصة بالظبط واحنا راجعين اخدنا وقت قد ايه ساعتين طايم تو اور ورجعنا قد ايه رجعنا نفس التسعين كيلو متر اللي رحناهم ما احنا رحنا تسعين كيلو ورجعنا تسعين كيلو تعال نشوف الكلام علي بيقولي اول سؤال اول سؤال او ديسبلسمنت عادي على توتال تايم هي ديسبلسمنت بكم في الرحلة كلها زيرو قولا واحدا ليه زيرو قولا واحدا ما انا رحت تسعين كيلو وفضلت قاعد وبعدين رجعت نفس التسعين كيلو رجعت لنقطة بدايتي طب حلو بص السؤال التاني الفرق بينه بين الاول what is the magnitude of the average velocity average velocity برضو ولكن of the motorcycle during returning back بس في رحلة العودة بس during returning back اللي هي اخر رحلة اخر رحلة او اخر مرحلة انا معايا تايم ساعتين ومعايا المسافة تسعين فانت لو عايز تحسب average velocity اقسم الدسبلسمنت تسعين كيلو متر على التايم اللي هو كان كام ساعة في الرجوع ساعتين عشان كده كنا جاهزين حالنا يطلع 45 كيلو متر per hour what is the description of the horizontal line segment ما هو الوصف للhorizontal line segment اللي تقدر توصفه هتجي تقول له اللهي حاجة واحدة بس الhorizontal line segment بيمثل بالنسبالي حاجة واحدة بس بيمثل بالنسبالي ان الجسم قات رست هو اغلبا انا فيه كلمة مترجمها غلط اللي هي during اه لا مؤخزة لا مؤخزة معليش فلاح انجليزي بيقول لي during traveling قصده traveling دات during المرواح وهو رايح انا افتقرت ان هو بيقول during the whole trip لا during traveling بس يبقى يقول له مش تطلع زيره معليش عايدها during traveling في المرحلة بتاعت المرواح اللي هي المرحلة دي اللي هي الفرست ستيج في الفرست ستيج كانت كم كيلومتر 90 كيلو في الطايم كان 3 ساعات اقسمهم على بعض 90 على الثلاثة تطلع لك كم 30 كيلومتر بر اور يبقى اول سؤال 30 كيلومتر بر اور لو كان طلب او انا ممكن ازود لك مطلوب راضع انا عايز الـ average velocity during the whole trip during the whole trip during الرحلة كاملة ساعتها بقى كنت تقول لي كام 0 ماشي the opposite figure shows the path of the motion of each of احمد and عمر to cover the distance between two village one of them add the first village والother add the second village مش عارف ايه حاجة ما علينا يعني اللي انجليسي بر عني تعالى شو بيقول ليه بيقول لي دو احمد يا دو الله دز اه لا احمد عند عمر يبقى دو فعلا دو احمد عند عمر start motion in the same moment وإكسبلين هل احمد و عمر بدأ الحركة في نفس في نفس اللحظة ولا لأ وإكسبلين او اشرح بص رايز احمد اهو بدأ من اول time بصفر وراح فضل ماشي 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 لغاية كم كيلو مشي تسع كيلو تسع كيلو مش يوم فقد ايه التسع كيلو مش يوم في 80 منت في 80 دقيقة طب عمر جاي من اين جاي من فوق خلي بالك هو بدأ من 9 جاي من فوق ورجع لورا ولكنه برضو بدأ عند time بكام بصفر ما هو خلي بالك ايه نقطة على Y axis معناها ان time بكام بزيرو ففعلا احمد وعمر بدأوا حركة هما اللي اتنين في نفس اللحظة الفكرة بقى هل وصلوا في نفس اللحظة ولا لا 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 ما وصلوش في نفس اللحظة لو اخدت بالك احمد بدأ عند time بصفر وخلص عند كام دقيقة بعد 80 دقيقة ده احمد تعال عشان شكلنا نحتاج لحاجات داك كتير احمد اخد time كامل time كله بتاعه 80 منت وقطع distance او displacement بتسوي كام احمد تسعة تسعة كيلومتر تعال نشوف عمر عمر خد المسافة كلها اللي هي بدأ من تسعة ومش نفس البتاع على فكرة نفس المسافة تسعة كيلومتر جاي من تسعة ووصل لحد تحت بس اخدها في كام رياضي شوية اخدها في خمسين منت ده اخدها في تسعين في تمانين منت وده اخدها في خمسين منت after how many times او how many minutes did احمد عند عمر مت اتقابلوا بعد قد ايه سهلة اوي 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 في النقطة التقابل احمد وعمر على فكرة هم اتقابلوا مرة واحدة بس في الرحلة بتاعتهم دي اللي هما النقطة بتاعت المقابلة اللي هي النقطة دي اتقابلوا في النقطة دي بعد كم دقيقة اتقابلوا بعد 30 دقيقة اتقابلوا after 30 minutes what is the time taken by احمد to cover the distance احمد خد وقت قد ايه والله كنت حسنش كده مجهزها احمد خد وقت تمانين منت انا كاتبها فوق ايه احمد خد تمانين منت find the speed of عمر عايزين نجيب سرعة عمر speed اقسم ال distance اللي عمر مشيه على ال time اللي عمر مشيه عمر مشي اه عمر اللي هو اللي تحت ده صح مشي distance قد ايه تسع كيلو متر هقسمه على ال time ال time قد ايه خمسين منت هقسم تسعة على خمسين تطلع 1.8 ايه الوحدة بقى الوحدة جيبها من هنا غشها distance kilometer per minute يبقى 1.8 kilometer per minute هو انا قسم غلط zero point 18 ما تركز بقى ما تركز بقى ما تركز عندنا للمرة التانية ماشي ايه بعد كده او عايز ايه اف امير امير مين انا قسم زولة مشكلة احمد و عمر انا معرفش مين امير دا جدا عالسكة والله العظيم لو امير start هنعتبر ان هو عمر مش مشكلة start motion الساعة 9 ونص الصبح so when does he reach the other village ما مش معقول السؤال بالتفاهة دي هو اه بدأ رحلته تسعة ونص قالك هيوصل امتى مش احنا عارفين ان امير لو عمر دا اخد وقت خمسين دقيقة تصدق وازمك السؤال داي زولكو تسعة ونص واخدت خمسين دقيقة هوصل الساعة كام؟ عشرة وثلت سؤال تفه قوي عشرة وثلت امير دا ثلاؤ عمر في النهاية a moving radar car a moving radar car to monitor the velocity of the desert road move with speed 40 km per hour رادار او رادار بس moving يعني رادار متحرك عربيات رادار بتتحرك على الصحراوي ماشية ب speed 40 km per hour this car observes لاحظت the movement of a truck coming in the opposite direction it seems like it seems like it moving with speed 120 km في الساعة 120 km في الساعة الصحراوي بالنسبة لترك الترك اخيرها 90 كيلو يلبس 90 km per hour يلبس مخالفة تبعلا نشوفها المخالفة اداية ظلم ولا حق seems moving يعني دي relative velocity السرعة 120 دي مش actual speed بتاعت الترك هما المئة وعشرين دي عبارة عن ايه؟ ريس كلمة opposite direction معناها ايه؟ مجموع سرعتي العربيتين اللي هي عربية الرادار وعربية الترك هما اللي اتنين بلاس بعط يعني v a plus v b مجموحهم مجموحهم مية وعشرين كيلو متر في الساعة طب بقولك يا ريس هو عربية الرادار الوحدها كام 40 زائد v b اللي انا ما اعرفهاش بتساوي 120 انقل بالمينص 120 مينص 40 تطلع سرعة الترك كامل حقيقية 80 كيلو متر بر اور يبقى هو ما كانش ماشي بسرعة 120 بالمية وعشرين دي سرعة relative لان حاجة متحركة بتقيس حاجة متحركة طيب السؤال الخامس الراجل بيقول افايتر ايرو بلين فولو اا بومبر ادي الفايتر ايرو بلين طيارة مقاتلة بتلاحق بومبر طيارة برضو قذفة قنابل المسافة اللي ما بينهم كام؟ المسافة اللي ما بينهم 20 كيلو متر ادي المسافة كلها ايه اللي حصل؟ اللي حصل قال لي they are move in the same straight line with the same speed and direction ماشيين في نفس الاتجاه هم اللي اتنين ماشيين كده وماشيين بنفس السرعة دي سرعتها V ودي كمان سرعتها V المسافة اللي ما بينهم 20 كيلو حصل when the fighter launched a rocket لما المقاتلة اطلقت صاروخ اللي حصل لما الفايتر launched a rocket تعال نشوف اللي حصل كالقاتي اللي حصل كالقاتي ان الصاروخ ده اتضرب ب total speed 1200 كيلو مش هينفع استخدم الصرعة دي ليه؟ total speed معناها مجموع صرعتين سرعة الصاروخ نفسه زائد سرعة الطيارة اللي ماشي بيه عاملة زي مسألة الكروزر اللي ضربت توربيدو انا عرف ان الصاروخ لما بيطلع سرعته total بتبقى سرعته هو نفسه كصاروخ بلا سرعة الطائرة اللي احنا مسمينها V عشان كده انا مش هينفع استخدم دي دي الوقتي انا هستخدم الطايم اللي مدهوني هو قال لي وصلت بعد طايم قد ايه؟ four minute الطايم اربع دقايق طب معلش انا عايز اعمل بس حزبة بسيطة جدا 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 عايز احول الاربع دقايق دول الى ساعات هاجي اول حاجة اعملها بسم الله بسم الله راحت فين اهي انا معايا اربع دقايق هقسم الاربع دقايق دولت على ستين يطلع الطايم بتاعك واحد على خمستاشر اور عشان بس كل وحداتنا تبقى بالاور انا عايز احسب بلوستي البلوستي equal distance اللي هي عشرين على الطايم اللي هو واحد على خمستاشر عشرين في خمستاشر من الاخر تحت اللي تحت بيطلع فوق تتحول الى تلتمية مين بقى التلتمية دي بسرعة الصاروخ بس طب انا كنت معايا total speed السرعة total الف ومتين وانت كنت متفق معايا ان السرعة total دي عبارة عن سرعة حاكتين سرعة الطيارة زائد سرعة الصاروخ اللي هي تلتمية فانا لو قلت الف ومتين بتسوي V plus 300 انقل دي بالمينوس تطلع ال V تسعمية كيلو متر بالساعة دي السرعة الفعلية بتاعت الطيارة ماشي عربية بوليس ماشية ب يونيفورم يونيفورم سبيد سرعة منتظمة ريكوردد ذا ريلاتف سبيد افا ترك موفز ان اتس دايريكشن ماشية فنفس اتجاهها ان فرانت اوف ات which equals 60 كيلو متر بر اور زا بوليس كار دابل اتس سبيد ضعفت سرعتها وريكوردد ريلاتف سبيد تاني تو بي اتريست عايز اعرف ايه هي السرعة الحقيقية لعربية البوليس وللترك طيب انا هسمي عربية البوليس V A وهسمي ترك V B دي حكومة بوليس يعني ودي ترك باربيت ترك الكبيرة دي رايز الراجل قال ان هما ماشين في نفس الاتجاه ولما اقاست سرعتها لقيتها 60 كيلو متر بر اور ماشين انتعارب ان الفير ريلاتف في نفس الاتجاه بتبع برا عن مينس الاتنين يعني V A مينس V B equal 60 ادي المعلومة الاولى عملت مينس عشان في نفس الاتجاه قالك ايه بقى قالك لما عربية البوليس دابل اتس سبيد الحكومة ما بقيتش ماشية بسرعة VA بقيت 2 VA وكده كده عربية التراك لسه في نفس الاتجاه فهما مينص هما ماشية مع بعض في نفس الاتجاه والتراك ما غيرتش سرعتها which it seems to be a trist a trist يعني السرعة اللي قاستها كام صفر معادلتين مجهولين الراجل عايز يعرف دي بكام ودي بكام أحل المعادلتين مع بعض ومينصهم من بعض مثلا هقول VA-VA ودول لما يتمينصوا يطيروا ودول لما يتمينصوا تطلع ستين تطلع السرعة بتاعة عربية البوليس ستين كيلوميتر بير اور طب والنجا تفدأ ايه؟ ده مجرد اتجاه طب هي لو عربية الحكومة سرعتها ستين وعايز أحسب السرعة التانية تعالوا نعوض هنا لما تيجي تحسب السرعة التانية انقل دي الناحية التانية ال VB equal 2 VA VB equal 2 في ستين اتنين في ستين يعني مية وعشرين كيلوميتر بير اور relative velocity مسألة relative velocity عادية خالص السؤال التاني a train train قطر القطر دوات ماله اللينس بتاعه تمانين متر وماشي بثبيت كام مية وعشرين كيلوميتر بير اور passed with another train B وفي لنس مية وعشرين متر find the required time in order train A passes completely train B اول حالة لو القطر التاني اللي هو القطر البي واقف لو القطر بي واقف انت كده كده عارف ان الفلوسطي هتساوي distance على time طب جميل لذيذ الكلام ده يلا نعوض انا معايا كده كده اللي سبيت بتساوي كام مية وعشرين كيلوميتر بير اور بس انا ااخد بالي ان اللي نسات بالمتر عايز احول من كيلوميتر بير اور الى ميتر بير ساكند هضرب المية وعشرين ملطب لاي خمسة على التمنتاشر هتطلع مية عالتلاتة دي مية على التلاتة ميتر بير ساكند تبقى وحداتنا جاهزة بس حلو اللي سبيت مية عالتلاتة هتساوي distance على time اللي انا عايز اعرفه طب هي distance عبارة عن ايه distance عبارة عن مجموع لنس القطرين القطر الاولاني تمانين متر والقطر التاني مية وعشرين متر اجمعهم هما الاتنين 80 plus 120 عايز احسب time cross multiplication انا حسبت already خلاص time 200 في 3 على على كان بقى مية اللي فوق دي 200 في 3 على مية يطلع time 6 ثواني time equal 6 seconds تعالوا نشوف الحالة التانية قال لي ماذا بقى لو كان القطر التاني ماشي بفلوستي 70 كيلو متر بير اور احولها برضو لازم كله يبقى ميتر بير ساكند 70 multiply 5 على 18 تطلع الرقم الغريب ده 1 7 5 على 9 حلو او هعمل ايه بقى بالسرعتين بيقول لي in the same direction في نفس الاتجاه يبقى المرة دي الفلوستي انا مش هستخدم الفلوستي بتاعة القطر الاولانية بس زي المسألة الاولانية لا ده المرة دي ماذا ماشي في نفس الاتجاه همينس السرعتين من بعض هعمل سرعة القطر التاني مينس سرعة القطر الاول هعمل الرقم الغريب يا شباب مينس بعض اللي هم المية على الثلاثة والقطر التاني اللي هو مية خمسة وسبعين على التسعة تطلع 125 على 9 المرة دي بقى اللي كلم متحركين لازم اشتغل بالرلاتف فيلوستي اللي هي هتسوي distance الدستانس مش تتغير ميتين مجموعة طول القطرين على time عايز تحسب time ده ده على ده 200 في 9 على 125 يطلع time 14.4 سكند الحالة التالتة انت اولادي عارف احنا هنعمل ايه الراجل بيقول لي القطر ماشي 80 كيلومتر اول حاجة هحولها 80 ملتوب لاي 5 على 18 هتطلع بتسوي 200 على 9 200 على 9 المرة دي قال لي opposite opposite direction هنعمل ايه في السرعتين هجمحهم السرعة اللي سبتة من الصبح ديت اللي هي 100 على 3 بلاس السرعة الجديدة اللي هي 200 على 9 الكمان ده هيسوي ايه 200 على time عايزين نحسبو اعمل كوروس منتوبليكيشن يطلع time 3.6 سكند هنا انتهى هومورك الدرس الاول في الدايناميكس نتقابل على خير في فيديوهات جاية السلام عليكم